السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آناتنا لتعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات للمستوى الرابع صفحة 22 من كتاب الجيد في الرياضيات إذن هنا لدينا الدرس الرابع تنظيم ومعالجة البيانات سنتعرف على كيفية تنظيم وعالجة البيانات من خلال الميبيان إذن نبدأ من أكتشف يوضح الجدول 8 تعبئة المكالمات الهاتفية إذن هنا لدينا جدول هنا المدة بالساعات وهنا الثمن بالدرهم أي تعبئة ساعة واحدة من المكالمات ثمنها عشرة دراهم ثمن ساعتين 15 درهم وثلاثة ستة عشر خمسة 18 درهم ثمانية 22 درهم وتمن تعبئة مدة عشرة ساعات من المكالمات 25 درهم نلاحظ الميبيان بالخطوط وأكمله إذن هنا نلاحظ الميبيان هنا لدينا الثمن بالدرهم وهنا لدينا عدد الساعات إذن مدة ساعة واحدة نلاحظ هنا مدة ساعة واحدة ثمنها عشرة درهم مدة ساعتين خمسة عشرة درهم إذن سنتمي بنفس الطريقة مدة ثلاث ساعات ستة عشرة درهم إذن ستة ساعة إذن هنا ستة ثلاثة ساعات هنا خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية إذن ستة عشر هنا نضع العلامة في ستة عشر مدة ثلاثة ستعمل المصطرة إذن مدة ثلاثة ساعات إذن هنا ثلاثة ساعات سنضع العلامة هنا وليس هذه إذن مدة ثلاثة ساعات ستة عشرة ساعة مدة خمس ساعات إذن خمس ساعات تمانية عشر إذن هذه هي خمس ساعات إذن تمانية عشرة هنا إذن سنضح العلامة هنا ثم تمانية ساعات 22 إذن تمانية هنا هنا 20 21 22 عشرة ساعات ثمانها 25 نذهب إذن 25 هنا ثم نصل بواسطة خط منكسر إذن سنصل هذه النؤط مع بعضها بواسطة خط حتى نحصل على هذا الخط إذن هذا هو ميبيان الذي يوضح لنا ساعات المكالمة وتمنها يمثل ميبيان الجدول بمدراج إذن متلنا الميبيان أيهما الصعاد تكلفة هل شراء تعبئت تمانية ساعات أم شراء تعبئت ثلاث ساعات وتعبئت خمسة ساعات إذن من أفضل واش نشر تعبئت ثمانية ساعات ثمانها 22 درهم أم تعبئت ثلاث ساعات وخمس ساعات مع بعضها إذن هنا المجموع يعطينا إذن تعبئت ثلاث ساعات وخمس ساعات ستعطينا أربعة وثلاثون درهم إذن من هو الأفضل؟ طبعا شراء تعبئت ثمانية ساعات لأنها 22 درهم بينما إن شراء تعبئت ثلاث ساعات وخمس ساعات ستعطينا أربعة ستكلفنا أربعة وثلاثون درهم إذن سنضع العلامة في شراء سعبئت ثمانية ساعات لأنها هي التكلفة التمرين الثاني يبين الجدول وسائل تنقل تلاميذ اسمين إلى مدرستهم إذن هنا عنا وسائل النعم كينات دراجة كينات سيارة الأجراء ولا السيارة على الأدام ولا حافلة المدرسة عدد تلاميذ اسم واحد وعدد تلاميذ اسم اثنان مثلا الدراجة عدد تلاميذ الأسم الأول 3 بينما عدد تلاميذ اسم الثاني باء اثنان ومالذين يستعملون الدراجة سيارة الأسرة بالنسبة لتلاميذ اسم واحد خمستاش بالنسبة لتلاميذ اسم باء عشرة سيارة على الأعدام بالنسبة لاسم آlaf 8 وباء 15 حافلة المدرسة بالنسبة لاسم آلف 7 والاسم باء 6 تلاميذ إذن هنا لدينا الميبيان يبين لنا عدد التلاميذ وهنا وسيلة النقل المستعملة إذن سؤال بأ أليف أكمل رسم أشريطة الميبيان المدراج التالي إذن هنا سنتمي رسم المدراج ثم سنستعمل ألوان لننوين كل فئة بلون مغير إذن لدينا هنا في البداية على الدراجة هنا الدراجة عدد تلاميذ لإسم الأليف ثلاثة وباء إثنان إذن بالنسبة للسيارة الأجرة إذن سيارة الأجرة عدد تلاميذ لإسم الأليف خمسطاش إذن هنا سيارة الأجرة خمسطاش إذن خمسطاش هنا إذن عدد تلاميذ لإسم أليف خمسطاش تلميذ إذن سنستعمل بهذه الطريقة بالمدراج إذن هنا خمسطاش بينما عدد تلاميذ لإسم باء الذين يستعملون سيارة الأجرة هو عشرة إذن هنا عشرة عدد التلاميذ الذين يستعملون سيارة الأجرة في الإسم باء عشرة بالنسبة الذين يمشون على أعدامهم عدد تلاميذ لإسم أليف تمانية إذن هنا تمانية سنرصمه دائما نستعمل هنا المدراج إذن تمانية بالنسبة لإسم باء عدد التلاميذ هو خمسة عشرة إذن هنا خمسة عشرة هم الذين يمشون على الأعدام في الإسم باء ثم بالنسبة لحافلات المدرسة عدد التلاميذ في الإسم الأليف سبعة إذن هنا نأخذ حافلات حتى نصل إلى العدد سبعة هذا بالنسبة لتلاميذ الإسم أليف سبعة تلاميذ هم الذين يستخدمون حافلات المدرسة وبالنسبة لإسم باء ستة تلاميذ يستعملون حافلات المدرسة بالنسبة لإسم باء ثم سنستعمل الألوان ونلون هنا الإسم أليف باللون الأزرع إذن الإسم أليف هنا في البداية الإسم أليف خمسة عشرة إذن هذا يمثل الإسم أليف سنلونه باللون الأزرع هنا أيضا الإسم أليف تمانية إذن هذا أيضا يمثل الإسم أليف وهنا حافلات المدرسة إسم الأليف يمثل سبعة إذن الإسم آلف نمثله باللون الأزرع وتلاميذ الإسم باء لأن هنا في المعطيات الإسم آلف اللون الأزرع وتلاميذ الإسم باء باللون الأحمر حتى نفرع بين عدد تلاميذ الإسم آلف وتلاميذ الإسم باء إذن دائما في المدراج نستعمل الألوان لأنها تسهل علينا بيان المعطيات نستطيع باستعمال الألوان التفرق بين المعطيات التي لدينا في التمعين إذن بهذه الطريقة ثم ننتقل إلى السؤال باء نمثل بمبيان بالخطوط البيانات الخاصة باء بالخط ألف ثم نمثل بمبيان بالخطوط البيانات الخاصة بالإسم باء إذن هنا نمثل بمبيان بالخطوط نستعمله في المستر إذن عدد تلاميذ الذين يستعملون الدراجة في الإسم آلف هو ثلاثة عدد الذين يستعملون سيارة الأجرى خمسة عشر وعدد الذين يمسون على الأقدام تمانية عدد حافظات المدرسة سبع ثم سنصل بواسطة المسترى هذه النقطة لنحصل على مبيان بالخطوط إذن هذا مبيان بالخطوط يبين لنا عدد التلاميذ لحسب كل وسيلة نقل أيضا بالنسبة للمبيان الخاص بالإسم باء عدد الذين يستعملون الدراجة هو إثنان العدد الذين يستعملون سيارات الأجرى كما أنا عشر الذين يسيرون على الأقدام خمسة عشر ثم الذين يستعملون حافظات المدرسة هم ستة ونصل أيضا بواسطة المسترى لنحصل على مخطط مبيان بالخطوط يمثل لنا عدد التلاميذ حسب كل وسيلة نقل بالنسبة للإسم باء إذن هنا بهذه الطريقة إذن هكذا نستعمل المبيان رسمنا في البداية المبيان بالخطوط ليمثل لنا عدد تلاميذ الإسم ألف باللون الأزراء ثم الذي يمثل الإسم باء يمكن هنا أن أستعمل اللون الأحمر لأن عدد تلاميذ الإسم باء هو باللون الأحمر إذن بهذه الطريقة إذن حصلنا على مبيان بالخطوط بالنسبة للإسم ألف والإسم باء السؤال دال ما هو عدد التلاميذ الذين يستعملون الدراجة إذن عدد التلاميذ الذين يستعملون الدراجة مجموعة يعني المقصود مجموعة عدد التلاميذ بين الإسم ألف والإسم باء إذن عدد التلاميذ في الإسم ألف يستعملون الدراجة هو 3 وباء هو 2 إذن عدد التلاميذ أي مجموعهما هو 5 يعني 5 تلاميذ يستعملون الدراجة بالنسبة للسيارة أيضا مجموع عدد التلاميذ بين الإسم ألف وباء في الإسم ألف لدينا 15 يستعملون الدراجة وفي الإسم باء لدينا 10 التلاميذ يستعملون السيارة عفوا إذن المجموع بينهما هو خمسة وعشرون أي خمسة وعشرون تلميذة يستعمل سيارة الأسرة للذهب إلى المدرسة إذن هكذا نكون أنهينا تمارين الصفحة 22 من كتاب الجيد في الرياضيات للمستوى الرابع لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس